طيب الفينيرز بقى عايزين يعني نوضح للناس الفينيرز فيه بصراحة يعني كتير من صديقاتي مثلا بيبقوا عايزين يعملوا فينيرز بس بيبقوا قلقانين قوي ليه لانه انت حتضطر تبرد السنة عشان تحط عليها الفينير فما انت كده برضو بواست الحاجة الطبيعية فالفينيرز دي ايه بقى ممكن تقع مثلا ولو وقعت هل السنة اللي بازت دي شكلها هيبقى عامل ازاي يعني بيبقى عندين شوية تسألها بالزبط هو مبدئيا جاي يعمل الفينيرز ليه ده سؤال مهم جدا لازم نسأله في بعض المرضى كتير اسنانها اصلا بتكون عليها تصبغات من برا او تساوسات خارجية فبالتالي انا لازم ازيل كل الكلام ده فالازالة بتاعت الحشوات القديمة او التصبغات الموجودة او التساوس الموجود ده بيدي نسبيس ان انا اعمل الفينيرز من غير مبروط كتير يعني مجرد ان انا هشيل الحاجات المساوسة او الحاجات اللي بايزة فيه سطح السنة الخارجي تعلموا انا كده كده هشيل بالزبط انا هنضافها وبعدين كده بعدها زي ما احنا شايفين كده قدامنا طوال في فرق في اللون اه الحالة دي عندها سبيسنج مثلا الفراغات بين الاسنان حجم السنان كبير شوية بنقدر نعملها فينيرز الحالة دي مش بتعملها تريسز الاول لا حل التقويم او الفينيرز ده بنان على الطبيب المتخصص حسب بقى الشكل الفك نفسه حسب الفك نفسه والحالة اللي قدامك لكن لو حد جاي لك يعمل فينيرز ممكن تقولوا لا احنا هنعمل بريزز مثلا فترة كم شهر وبعد كده نعمل فينيرز بالزبط في السن الصغير كمان يفضل في السن الصغير اللي لسه عند جرس واقدر اتحكم في السنة الطبيعية ان انا عمل لها تقويم وبعد كده عمل لها تجميل بيكون افضل كتير من ان انا ادخل على طول على تجميل بالتالي هنوصل للحراج بتقولي عليه هنبرد كتير فعلى حسب الحالة بناخد القرار المناسب ليها وبنبدأ نشتغل هي بتتعامل في اي سنة برضو يعني لو حد سنة كبير فوق الستين مثلا تتعامل في اي سنة وبردو مش قبل 18 سنة اه اوكي تمام طيب بالنسبة بقى للدنتل فلس اللي هو خيط السنان لان ده مهم جدا جدا للاستخدام هل حينفع استخدامه لو انا عاملة فينيرز بالزبط الفنيرز احنا في الطبيعي فرشة الاسنان ما بتنظفش اكتر من 50 او 60% من سطح الاسنان الخارجية بالتالي انا لازم انظف كمان 50% او 40% المتبقيين من اللي هو الانتر دنتل بين الاسنان لازم استخدم الفلوس طبعا بين كل الفنيرز ده دفل طبيعي سواء عاملة فينيرز او مش عاملة كل الدكاترة بينصحوا بيوصوا بدا دايما بس انا هاسأل شوية اسئلة انا هلعب دور الطرف اللي مش موجود دلوقتي اللي هو المريض نفسه انا اعمل فينيرز ولا اعمل هاليود اسمايل وايه الفرق بينهم طب قوم واحدة وقعت وعشان اروح اعملها تاني هتاخد وقت فيبقى عندي سنة من شكلها غلط طب قوم واحدة سوست طب انا هلا اقدر اشرب سجير بعد كده طب هلا اقدر بسلا اعمل حاجة سقعة او حاجة سخنة قوي احنا الموضوع اللي حديث سألت فيه ده هياخدنا ليه الكفاءة الطبية الكفاءة الطبية هي اهم حاجة في الموضوع ان انا ادرس الحالة كويس واعملها بخامات كويسة واوصل بيها لنتيجة تجملية ووظيفية كويسة انا مش هوصل ان الفينير يقع الا لو انا عامل حاجة غلط عامل حاجة غلط في اختيار المادة في اختيار الدكتور في اختيار الشكل النهائي يعني هنا مثلا الحالة دي دكتور فيها تسبغات في الاسنان وفيها كيرز يعني فيها تآكل في سطح الاسنان الخاري بالتالي انا لازم هنضف كل ده انا كده كده هبرد بالزبط هنضف كل ده وبعدين ابدأ اعمل الفينيرز او في بعض الناس ما بتحبش اللوك ده ما بتحبش اللوك البياد الشاهق لانه بيبان ارتفيشيال او فيك هل في درجات الوان في درجات الوان يعني اول صورة جبناها كانت تقريبا اللون اسمه انا مش عايزة لاخبط الناس بس اختيار اللون بنختاره على حسب اول حاجة الشكل الجمالي بتاع المريض او درجة وشه وعينه ولونه لون البشرة طبعا اه وتاني حاجة القرار في الاخر للمريض طب لو سنة سوست عشان بس مش عايزة عادية ما انا ما ينفعش عامل الفينيرز وفي حاجة مسوسته لا لو سوست بقى بعد كده ما ينفعش تسوست بعد كده ما ينفعش انا عايزك ما اتقول الكلام ده ما ينفعش تسوست بعد كده لان انا ما لو سوست هكسر كل ده وعمل تاني انا بنعبدور الطرف الاخر لا ما ينفعش تسوست لان انا كطبيب لازم اتأكد قبل ما احط اي ريستوريشن فاينال قبل ما اركب الحاجات الفاينال بتاعتي لازم اتأكد ان السنة دي سليمة 100% وتعيش معها سنوات طويلة وبعد محوط الفينيرز ما ينفعش تسوست اصل ولا ينفع تسوست ولا ينفع تقع تمام اما الحالات اللي حصل معهم كده بقى مع ناس تانيين فده كان مشكلة في الطريقة يا اما اختيار الخمات مش مظبوط يا اما اللازق مش مظبوط يا اما التريتمنت بلان كله في حاجة في مشكلة طب تقولك انا هفضل مرتبطة بالدكتور بقى كل ست شهور ولا كل سنة اروح بقى عشان اعمل صيانة للكلام ده؟ لا هو انا سواء انا عامل فينيرز او مش عامل فينيرز انا يفترض ان انا اتابع الدكتور كل سنة على اقل خصوصا لو انا عندي حاجات في سنيني طيب هل فينيرز يا دكتور ليها عمر افتراضي يعني اللي هو اخيرها مثلا عشرين سنة عشر سنين انا كنا زمان ما نعرفش عمر افتراضي للماتيريالز المستخدمة مع التطور الموجود دلوقتي الفينيرز دي بتتعمل من مادة اسمها الايماكس احنا بنشتغل بشركة اسمها ايفو كلارس واسرية هي اول شركة في مجال الفينيرز في العالم كله الفينيرز دي المفترض لو هي معمولة كويس ما تعيش اقل من عشرين سنة ده الكلام اللي الكتب بتقوله ان شاء الله لان احنا بنشوف حاجات اصلا كان مش معرف لها عمر افتراضي وعايش عشر وعشرين سنة صحيح فالمفترض مع التطور الموجود تبضل عايش اطلاعه طيب لو افترضنا ان هم عشرين سنة وربنا ادى عمر لصحاب الفينير او صاحبة الفينير اكتر عشرين سنة تعمل ايه ساعتها ايه اللي بيبقى بعد كده مفترض انا عامل حاجات كويسة ان انا لقي السنة زي ما هي مش مسووسة السنة مش مسووسة نقدر نغير الفينيرز لو حاجة فيهم بوزة حاجة لازق فك هو العمر بتاع كام سنة يعتمد على اللازق بتاعه طيب ايه الفرق بين الفينيرز والكراون فيه ناس بتلخبط شوية في الحاجات دي بس لبط وفيه ناس كتير انا مش عايز اعمل كراونز عشان ما بروتش كتير ايوه واعمل فينيرز عشان ام تعمل ده وام تعمل ده ده اللي بياخد القرار ده الطبيب المتخصص يعني انا مش هينفع اعمل فينيرز مثلا في حالة فيها سبيسنج كبيرة او فراغات كتيرة بين السنين الفراغات الكبيرة دي الفينيرز تكسر يعني هي بتكون متعلقة على الهوى من ناحيتين فتتكسر يبقى فيه لود زيادة عليها او حمل زيادة على الفينيرا او على طبقة الايماكس دي انها تكسر وبالتالي نرجع للخطة العلاجية الفينيرز او الكراونز الكراونز انا هغطي السن كله امتى اغطي ده وامتى اغطي ده مثلا السنة معمول لها اندودونتك تريتمنت او حشو عصب ما ينفعش اعمل لها فينيرز من بره اولا لازق بتاحها هيبقى ضعيف تاني حاجة ان هي السنة نفسها هشة لازم تلغطي كلها عشان نحافظ عليها